بسبب ولائه والتشيعه لأمير المؤمنين عليه السلام وقع الزهري في أخطر مواجهة مع السلطة ومع الحكام أنفسهم ونحن بسبب ادعائه التشيع لأمير المؤمنين وحمايته لمذهب أهل البيت وأتباع أهل البيت لم يقع السستاني في أي مواجهة مع سلطات الاحتلال ومع السلطات الفاسدة المتعاقبة على العراق بل حتى مع الحكومات الأخرى في باقي البلدان لا يوجد عنده أي مشكلة مع الفاسدين مع المتسلطين مع الحكام مع المحتلين مع المستعمرين بسبب ولائه وتشيعه لأمير المؤمنين عليه السلام وقع الزهري في أخطر مواجهة مع السلطة يعني لا يكفي أن يدعي الإنسان التشيع لنرى أفعال الإنسان ربما لا يدعي التشيع وهو في داخله وفي معتقده هو من أصلب الشيعة ومن أخلص الشيعة وشخص يدعي التشيع وهو من أعداء أهل البيت وهو من الناصبين المعاندين لأهل البيت سلام الله عليهم ومن المحاربين لأهل البيت سلام الله عليهم ليس كل من يدعي كل من يلقلق بلسانه يصدق